ثم نقوم بإدخال الكابل بعد إخراج إخواني من هنا نقوم بوضع هذه القطعة لنقوم بإدخال الكابل ثم نقوم بعملية شد بهذا إخواني ننتهي من عملية توصيله هنا فقط يتبقى لنا مدخل الماء ثم نقوم بعملية تجربته هذا هو الشكل النهائي في عملية تركيب إخواني ثم نقوم بفتح الحنافية لجهة الماء الساخن نلاحظ درجة الحرارة 19 وبدأت في عملية ارتفاع ماء الساخن تبارك الله يعني منتج رائع يستحق الشرع طبعاً من هنا الماء البالد ينطفي مباشرة من السخن يعني اقتصادي مئة بالماء فور وضع هذه الجهة للماء البالد ينطفي هنا ينطفي يستطيع تشغيله تحكم بالماء تحكم بالماء تحكم بالماء